اهلا بكم لتطورات فيروس كورونا لهذا اليوم اشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمستوى جودة تنفيذ اعمال التطوير بمستشفى كافر شكر المركزي والتزام العاملين بالموقع بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا مؤكدا على ضرورة سرعة الانتهام من تنفيذ تلك الامال في اقرب وقت لذلك اعلنت وزيرة الصحة هلزايد ان مصر حجز دفعات اولى من دواء ريدمتسفير ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا كما اشهرت الانه جان الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 35 مستشفى حمية وصدر لتصبح مستشفيات للعزل لمصابي كورونا كشف المؤشر العام لاصابات فيروس كورونا حول العالم تسكيل اكثر من 4 ملايين حالة مصابة بالفيروس في صياق اكد امير القويت ان جائحة كورونا هزت اقتصاد العالم وان بلاده تواجه تحدي لتعامل مع اثار ازمة كورونا في ظل تراجع اسعار النفطة مشددا على اهمية الالتزام بالحظر الشامل في جميع انحاء البلاد في المملكة العربية السعودية اعلنت وزارة الداخلية رفع الاجراءات الاحترازية عن ستة احياء بالمدينة المنورة اعتبارا من اليوم مشيرة الى السماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء اعلن وزير الصحة الاسباني سلفادور الا ان حكومة بلاده تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتبارا من الاسبوع المقبل ويعد ذلك تصرف منطقيا اثر انتفاض معدل الوفيات والاصابات اليومي حيث بلغ اليوم 179 وفاة و721 اصابة فقط اعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان حجم النقص في تمويل خطة المنظمة لتصدي لوباء كورونا حتى نهاية هذا العام يبلغ 1.3 مليار دولار كما حظر من ان الفيروس قد يؤدي او قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83.190 شخص في افريقيا اذا لم يتم احتواء انتشاره تابعونا عبر منصاتنا الالكترونية